تبقى من احنا في رمضان احنا شاهد طريق رمضان مفيش حد فينا ما بيتفرجش عليها دلوقتي جسمه مش مبوز السكر عنده يعني احنا عملنا بعد ما بنفطر كلنا بنعمل عادات غير طبيعية بنفطر عصاية بعد عشر دقايق بنكل حلويات وبعدها طول الوقت راحين على البسبوسة وبتاع جاي بعد رمضان الكحك احنا جسمنا كله بقى عبارة عن حلويات هي انا برجع بقول نفسي كلمة اللي قالها دكتور عمر انه احنا بنصوم عشان ده فرض ربنا فرضه وعلى فكرة الصيام في كل الاديان موجود وحتى الاخوة المسيحيين ليهم اوقات بيبقى صيام انقطاعي مش مجرد تغيير هي الفكرة انه ده اداء زي ما قال عمر هي الاداء بتاعنا عامل ايه فلو حصل لنا اي مشكلة في السكر انه زاد او قل او كده ده نتيجة لغبطة مني انا احنا بقى لغبطة مني انا عايزة اقوله ان ربنا دكتور الشعر ده لغبطة مني السكرية هو ربنا يحصل ايه على عائلنا يحصلوا حلويات بالليل عن السحور فيه ناس؟ اه فيه ناس؟ انا عرفهم فيه ناس؟ وانا عرفهم مصر كلها بتاكل حلويات قبل السحور لا مش كل الناس لا مش كل الناس لانه احنا كمان في جو زي عندنا هنا الناس اللي بتاخد سكر كتير في السحور تاني يوم بيبقى عطش اكتر وتعب اكتر وممكن يحصلون زي الجفاف هي الفكرة انه الهرمونات في رمضان عشان سهير قالت انه ما افسده الصيام هو مش ما افسده الصيام لانه بسلوكياتنا بسلوكياتنا احنا هرموناتنا كلها تتغير في رمضان مجرد ما بنصوم الانسولين بيقل لان السكر بيقل هو السكر ده هو اللي بيخلي الانسولين يطلع الانسولين بيقل الهرمونات التانية بتبتدي تزيد شوية حتى ربنا سبحانه وتعالى فيه هرمونات كانت بتطلع بالنهار اكتر بقى يخلي اطلع بالليل اكتر زي التسوستيرون عشان كده لما ربنا بيقول ان في الصيام ما فيش علاقة زوجية او علاقة حميمة الا في اوقات الفطار بيخلي التسوستيرون يزيد بالليل اكتر والصبح يقال كل حاجة في جسمنا بتبقى بتخدم العبادة دي اللي هي الصيام احنا المشكلة بقى ان احنا الناس كلها بتلغبط في طريقة احنا بنتكلم على الاكل طريقة الاكل وتناولها للسكريات احنا بننصح ونرجع نقول انه دي محتاجة توعية ان احنا نقول حتى لو هناخد حلويات ناخدها بعد الفطار على طول ما ينفعش ان انا اخد او مش على طول مباشرة بس في الفترة القريبة من الافطار لكن نبعد ضروري ان اترقى بعد بالليل ايو بس احنا قريدي حدث بالفعل احنا دلوقتي ما احناش في صيام ايوة بس احنا تأثير تأثير السكريات اللي احنا كلناه والناس عايشة دلوقتي مع الغريبة والكحك والبسكور ما هو تأثير هدوت على عيان السكر مريض السكر اللي كان بيتابع قبل كده دلوقتي سكر اوحش اللي عندوش سكر نسبة اكتشاف السكر هتزيد هيبقى اكتر الناس اللي عندها حاجة اسمها مقاومة انسولين هيزيد اكتر مقاومة انسولين نرجع بقى اللي لغبط وعمل اي غلطة في طريقة الاداء غلطة عملنا جرائم اه نحاول بقى ان احنا نزبط نفسنا في طريقة الاكل وطريقة الحركة يبقى فيه حركة اكتر ويبقى فيه بعد عن دي الابيض والسكر الابيض وكل ما هو ابيض لانه ده هيزود الوزن وهيزود الريسك بتاع السكر لازم احنا مضطرين احنا نلتزم للموضوع ده دكتور عمر احنا فيه